يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم من الحج على صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين دعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعطق من النار ويستمر الحجاج واقفين على عرفات يصلون ويدعون ربهم مخلصين في الدعاء والعبادة حتى موعد النفرة بعد مغربي يوم معرفة ثم يكمل بقية أعمال الحج في مزدلفة وميناء ومكة إلى أن ينتهي من رمي الجمرات وتنتهي أيام التشيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد الاستماع لخطبة يوم عرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والحقاق والسعي والعدد الكبير حاجة جميلة جدا رب ينزل كل مشتاب أول مرة نيجي هنا وشعوري بالمخفرة بالرحمة بالمحبة بالمودد ويوم عرفة من أعظم أيام الله وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين وجعله الله مقدمة ليوم النحر ففيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة وهو أعظم مجامع الدنيا